أشكر فريق تونس وحسب المشاركة هي أول مرة أشارك فيها وإنها جيدة وكويسة وإن شاء الله نكسبها أولاً أبدأ مستقبل أريد مشاركها في أولمبياد 2024 إن شاء الله وفي العربي نفعل رطب باهي رطب كويس إحنا الجزائر وتونس ومصر هدو أقوى منتخبت زيارتي كانت شرف لي أنه أزور وألتقي بالمصريين إخواننا وأتعجبني كتير مصري أنه مدينة جميلة ونسها ملح طبعاً بالبداية نحب نشكر الدولة المستضيفة دولة مصر على المشاركة على استضافة هذه البطولة والتجمع الذي يصنع من الدول العربية عامة سواء كانت ليبيا، صومال، مصر، تونس، جزائر كل الدول جاية والمغرب وإن كانت مشاركات قليلة بس بلا أول وبالتالي هو التجمع للدول العربية لمنافسات قوية منافسات تحتاج الفوتو فنش منافسات تحتاج عدق التفاصيل على متظهر النتائج بصورة صحيحة احنا منفعلاً متصدين في المعاكز والعلاقة كويسة جداً وتونس برضو لكن يعني دول بيحققهم أكتر معاكز في البطولات لكن بعد كده في منتخبات كويسة بس لسه ما عنداش لعبة كتير منتخب مصر طبعاً عايزين نوصل العالمية ونجيبي المعاكز الأول في البطولة دي وكمان بطولة النيل الدولي أنا بقى لسه سن صغير يعني لسه قدامي بمستقبل كبير إن شاء الله أعمل حاجات كويسة وصف بطولات عالم وكده الحمد لله طبعاً أنا شاركت في أربعة سبقات فردي 500 متر وفردي 200 متر ناشئ وجبت أول الحمد لله أول عرب وفي الزوجي برضو شاركت مع صحبي في الـ 500 و200 وجبت أول الحمد لله التنظيم حلو الحمد لله وكبطولة كتنظيم كويس ترجمة نانسي قنقر